حملت وزارة حقوق الإنسان ميليشي الحوث الإنقلابية مسؤولية حياة وسلامة أعضاء هيئة التدريس بجامعة صنعاء بعدين أقدمت على اعتقالهم بتاريخ التاسع عشر من يونيو الماضي في نقي اليسلح أثناء توجههم إلى مدينة عدن وأوضحت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية السبا أن المختطفين هم نائب عميد كلية التربية لشؤون الطلاب الدكتور خالد محمد الشميري ورئيس قسم الدراسات الاجتماعية بكلية التربية الدكتور عبد الباغي محمد النهاري ورئيس قسم اللغة الإنجليزية كلية التربية الدكتور فازع خالد المسلمي ورئيس قسم اللغة العربية بكلية اللغات الدكتور عدنان يوسف الشعيبي وعضو هيئة التدريس بكلية التربية الدكتور عبد السلام عبد المخلافي وعضو هيئة التدريس بكلية اللغات الدكتور أمنى يوسف عبده وزوجها فاروق عبد الملك الحضرمي وأبنتيهما وبحسب البيان فقد خضع المختطفين لعملية استقواب طويلة قبل أن تعتقلهم جميعا فيما عدد دكتورة وابنتها